بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد حياكم الله صبتم وطاضوا ومشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وينفعنا رأييكم جمال أسمعوا لما هو لي زيادته والخادر عليه أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بكلمات الصعبة في الربع أو غريب القرآن يحرفونه يبدلونه أو يؤولونه بالباطل أين يحرفونه؟ يعني يبدلونه أو يؤولونه بالباطل خلا بعضهم انفرد انفرد بما فتح الله عليكم بما قصه عليكم الناس بتكتب؟ نعم أميون ومنهم أميون الأمي هو غير اليهودي أو الجاهل بالتوراة لا يعلمون الكتابة إلا أماني يعني أكاذيب فويل الويل شدة العذاب أو وياد في جهنم اسم الويل بلى من كسب سيئة السيئة هنا مراد بها الكفر يعني السيئة تسمى الكفر وغيره لكن مراد بها هنا الكفر وأحاطت به خطيئته استولت علي تظاهرون عليهم فتعاونون عليهم وسارا في الأسر أو مأسورين تفادوهم تخرجونهم من الأسر بفدية خزي الخزي الخزي الهوان والعقوبة وقفينا من بعده بالرسل أرسلنا بعده رسلا على منهجه روح القدس الروح المطهر والمراد به جبريل قلوبنا غلف عليها أغطية يستفتحون يطلبون الفتح أو النصر اشتروا به أنفسهم اشتروا هنا بمعنى باعوا بغي البغي هو الظلم أو الحسد فباقوا بغضب استحقوا الغضب طيب دي أهم الكلمات اللي معانا في هذا الربح كنا أخذنا في التفسير لحد فين يا شباب هيا كم ستين طيب احنا كنا بنقول إن هذه الآيات موضوعها إيه حد فاكر هنقض بني إسرائيل للعهود وإيه كمان تعديل نعم ربنا على بني إسرائيل آه كي تعديل نعم الله على بني إسرائيل وعدينا كم نعم المرة اللي فاتت طيب نكمل بقى نكمل بقى نكمل بقى النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل طيب من هذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل أن الله عز وجل استجاب دعاءهم فيما طلبوا فبعد أن كانوا يأكلون المن والسلوى وهي من أشهر أطعمة سأل الله سبحانه وتعالى أن ينوع لهم الطعام فطلبوا أطعمة أخرى وهي أقل عند ذوي الطباعة السليمة من المن والسلوى فقالوا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدْ يعني يطلبون ماذا أمر دنيوي الآن ورحظوا حضراتكم هنا إنه طلبات بني إسرائيل معظمها أمور متعلقة بالدنيا عشان كده بنقول إنه اليهود بالزاد طبيعتهم المادية غالبة عليهم وهذه الطبيعة المادية الغالبة عليهم انعكست على كتابهم التوراة طبعا يعني انعكست على التوراة مش بمعنى التوراة النازلة من عند الله ولكن بمعنى التوراة التي حرفوها فلذلك حضراتكم ستجدون في التوراة لما تيجوا تقرأوا إن العقوبات على السرقة مثلا على الذبى على هذه الأمور كلها عقوبات دنيوية يعني قلمة يذكر في التوراة لأي عمل من الأعمال عقوبة أو جزاء أخرى حتى الجنة والناس لا يكاد يوجد لهما ذكر في التوراة فلذلك غلبت عليهم طبيعة الارثبات بالدنيا فلما حرفوا الكتاب حرفوه وفق طبائعهم وإلا فلحنا دايما بنقوله هو إن الأنبياء جميعا متثقين على أصول الإيمان يعني الإيمان الذي جاء به رسول الله ومرنا بالإيمان به الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسول إيمان من أخر القدر كل هذه الأمور الرسل جميعا جاءوا بها وأصول الأخلاق الرسل جميعا جاءوا بها يعني ما فيش رسول جهد واعتبر الكذب مثلا شيء جميل لكن الاختلاف بيكون في ماذا في الشرائع لا في الإيمان ولا في الإحسان وإنما في ماذا في الإسلام في أعمال الجوالة للي ربما يكون فيها خلاف بين الأنبياء والمرسلين طيب وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض رحظوا أنهم طلبوا ماذا طلبوا شيئا ينبت من الأرض بعد أن كان ينزل عليهم المن من السماء والآية كده فيها إشارة أو الآية بهذا الأسلوب بتشير إلى أنهم تسفلوا ونزلوا في مطالبهم وده هيظهر من أنواع الأطعمة التي طلبوها وتسفلوا ونزلوا أيضا في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن المؤمن لا يختار على اختيار الله يعني إذا ربنا أنعم عليهم بنعمة المن والسلوى فكان ينبغي لهم أن يصبروا على ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وعطاء الله كله خيش أو إذا أرادوا أن يسألوا الله عز وجل شيئا آخر فينبغي أن يكون بأدر العبد مع ربه وإذا قلتم يا موسى لن نصبر يعني حتى الطريقة الطلب فنهاش أدر العبد مع ربه فتسفلوا بكل معاني السفول سفول في المطالب سفول في الإيمان سفول في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد أدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبث الأرض من بقالها وقسائها وفطومها وعدسها وبصلها ما هو البطي سفول في المطالب سفول في المطالب أدع لنا المطالب أدع لنا المطالب وعندسها سفول في المطالب لذلك بفراء بين البقل والشجر فبيقول البقل ليس له ساق والشجر هو ما له ساق طيب وقسائها ما هي القساء لا الاتة الاتة بنت عم الخيار هل تعرفين الاتة او لا تعرفوه لا انا عرف اه القتة معروفة وعندوكم في دول الخليج بيسموها القساء برضو لو روحتي فيدى لأي واحد داكستاني او اي محل هناك يعيز قساء هيديك الاتة بيه معروفة مازالوا بينتقوها كده واحنا في مصر حرفناها شوية فقولنا الاتة او القتة اللي هي اخت الخيار طيب الفوم الثوم الثوم العتس معروف والبصل برضو معروف طيب اذا سألوا الله سبحانه وتعالى هذه النباتات من بقرها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها سيدنا موسى عليه السلام يعني تعجب من هذا الطلب وقال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا اهبطوا مصرا لو حضرتكم لاحظت الخريطة هتلاقوا انه بيت المقدس شمال مصر ماضح فلذلك الهم اهبطوا يعني انزلوا في الجنوب مصرا وده في اشارة على ان مصر من قديم الزمن اه ارض الى النباتات والزروع والثمار المختلفة اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اما ان يكون المراجع لمصر هنا مصر المعروفة ليأيجب تعني او يكون المراد مصر من الامصار يعني كلمة مصر يعني بلد إذن اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم يعني تجدون هناك هغيتكم طب الاجاب تحت سيدنا موسى دي اجابة عجيبة جدا كأنه عايز يقولهم انكم اذا اردتم هذه الامور ستنزلون بلدا من البلدان ثم يحدث فيكم القتل والمذلة كما كنتم من قبل اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله يعني كان نتيجة هذا الاعتراض الدائم ورفض نعم الله سبحانه وتعالى ان ذلوا ضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله يعني اصابهم الهوان بعد عيث وغضب الله سبحانه وتعالى عليهم نتيجة رفض نعم الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ايه معنى كلمة الكفر 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 معناها الجحود والتغطير أم كفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى معناها جحود نعم الله سبحانه وتعالى عليه ومن هذه النعم وأعظم هذه النعم نعمة الدين الذي لم يراعوه حق المراعاة ولم يحفظوا أنبياءه حق الحفظ فكان الله سبحانه وتعالى يبعث عليهم أو يبعث لهم الأنبياء المختلفون في القرى وفي البلدان المختلفة الخاضعة لحكمهم لكنهم كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون النبيين بغير الحق وظل هذا العرق في بني إسرائيل حتى إنهم حاولوا قتل نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة حد فاكر مرة من المرات دي ومرة كان فيه يهود حاول يسمي سيد محمد صلى الله عليه وسلم اه دي امرأة دي امرأة يهودية وضعت السمة لرسول الله في شاهد ايه كمان لما النبي رح لبني النظير وألقوا أو وجهزوا أن يلقوا حجر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مستند إلى الجدار جهزوا حجرا لإلقائه على النبي وهو جالس من فوق السطح ويقتلون النبيين بغير الحق والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف فيهم هذه الخسرة الخسرة فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم ممن في هذا المقرب قال اذا يقول له أن الآية ديت من أعظم الآيات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ المناس التي تتكلمش فضلوا ليه الآية دي بتدل على نبوط النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصنك من الناس الناس دا حفظتهم ان اي حد يريد دي سوق يعني حسو بقى دليل قدام كل الناس ومفيش اي حاجة هتمسل ايه كمان ايه كمان ان هو صلى الله عليه وسلم لو مش نبي مكانش هيفطمن ويمشي وسط الناس وهو مش معانا حرس او محصن نعم احسنتي قالوا لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدع كل الناس ما خدع نفسه ما خدع نفسه لأن النبي بعد ما نجد هذه الآية قال للصحابة خلاص خلوا عني لقد عصمني الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون عن هذه الذلة وهذه المسكنة التي اصابتهم وهذا الغضب من الله الذي اصابهم كان جزاء عصيانهم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون على اوامر الله تعالى وعلى رسله بالقتل ثم تبدأ الآيات الآن بالحديث عن انه لا يصح ايمان هؤلاء اليهود إلا إذا آمنوا بالله الحق وليس الله الذي اخترعوه في التوراة فيقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بن قسين السابقين بن قسين يا أخوانا فالسابقين على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ممن آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة فلهم أجرهم عند ربهم يعني لن يضيع جزاء ما عملوا يعني أصحاب سيدنا عيسى أصحاب سيدنا موسى أصحاب سيدنا إبراهيم أصحاب الأنبياء جميعا الذين آمنوا بدينهم الذي كان هو الدين الحق في عصرهم أو في زمنهم هؤلاء لا خوف عليهم المسفل عن دمين عند من يستمر على هذا الإيمان بعد بعثة الرسول الخاتم خاصة إن صفات هذا الرسول الخاتم مذكرة في كتبهم وهم يعرفونه وكانوا ينتظرونه صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم لكن منعهم الكبر عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك القصة المعروفة قصة حياء بن أخطب لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هل يمكنكم يعرفونه؟ هو لم يخو سأله وعلمه هو هو حلو آه هو هو قال له فماذا أنت فاعل قال له عن هدواته ما حي آه أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أراد أن يعرف أحبار اليهود هل هو النبي فعلا هل مذكور في كتبهم أو لا فذهب واحد منهم لرسول الله عرف صفاته ورجع إلى قومه سألوه أهو هو قال نعم هو هو فماذا نحن فاعلون قال عداوته ما حي غيرة وحسدة والآيات في سورة البقرة بتدل على هذا المعنى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ليه يا رب كذا ليه يعني حسدا من عند أنفسهم آه فهنا إن الذين آمنوا والذين هادوا من الذين هادوا يهود الذين كانوا يهودا قبل ذلك من أصحاب موسى عليه السلام وتابوا من عبادة العزل والمصارى أصحاب عيسى عليه السلام والصابئين أتباع يحيى عليه السلام من آمن من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أدرهم يعني لن يضيع جزاء ما عملوا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون معنى ذلك إن غيرهم لمن أدرك زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ضرورة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت الآيات وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ ترجع الآيات الآن إلى تذكير بني إسرائيل بالعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم ما هو هذا العهد العهد بأن يعملوا بما شرعه الله سبحانه وتعالى في التوراة العهد هو أن يؤمنوا بمن يرسله الله سبحانه وتعالى من الرسل بعد ذلك وإحنا قلنا حضراتكم قبل كده إنه ما من نبي بعث إلا وكان يأخذ الميثاق على قومه أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخبرهم بالنبي الذي يأتي بعده وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الطور الجبل المعروف الذي كلم الله عليه عليه ينسى عليه السلام وهو الذي أنزل الله عليه الألواح التي فيها أوامر الله سبحانه وتعالى ونوهي طيب لما سيدنا موسى عليه السلام ذهب لمراقات الله تعالى ورجع إليهم بالألواح التي فيها الأوامر والنوهي يخيلوا يعملوا إيه سيدنا موسى قال لهم خذوا ما آتيناكم الله عز وجل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة فيعملوا إيهما بقى أي سيدنا موسى لا إلا أن يكلمنا الله كما كلمت يا لهوي آه يا لهوي فعل إيهما بقى فإيه فلا إلا أن يكلم الله كما كلمت فإلا حصل بقى هنا الله سبحانه وتعالى ألزمهم بالشريعة عن طريق العقوبة عن طريق التهديد فإلا حصل رفع الله فوقهم الجبل يعني الجبل الكده اقتلع من الأرض وصار عامل زي السحابة فوق رسهم هتاخدوا التوراة وما أمركم الله به ولا الجبل زيوء على دماغتكم آه فأخذوه تحت سيف تحت سيف الإلزام والقهر حد دلوقتي من حضراتكم يجي يسأل يقول لي إزاي يا شيخ بتقول الكلام دوت وإحنا عارفين إنه لا إكراها في الدين إزاي الكلام ده يمشي مع قول الله لا إكراها في الدين يالله مين يجاوب هم هنا مش في الدين هم هنا في اتباع يعني هم أولوزي مسلمين مؤمنين تمام من المتحدث آية أه أحسنتي خدوا بالك يا جماعة في فرق بين حكتين بين العقيدة وبين الشريعة العقيدة لا إكراها فيها يعني حضرتك لك كامل الحرية أن تكون مسلما أو لا تكون مسلما تمام كده قلت أنا يا جماعة أبقى مسلم معاكم يبقى تلتزم بما يلتزم به المسلمون وإذا سرقت تقطع إيدك إذا شربت خمرة هتعاقب إذا عملت كذا يبقى تسري عليك كافة أحكام الإسلام شئت أو أبيت والموضوع دوت أنا شايف أنه هو بسيط الفهم يعني إيه لا يمكن لاعتراض بيع الإسلام ولا حاجة أشبه ما يكون مثلا مدرسة معينة أنا أريد أن أدخل أولادي لها المدرسة ديات لها شروط معينة غريبة شوية لكن أنا في نفس الوقت أريد أن أدخل الأولاد المدرسة ديات لأنها مدرسة متميزة أو كذا من فعشي بعد ما انتزمت بهذه الشروط وعرفت شروطهم ومواعدهم ومصارفهم ووو إن أجي أقول بعد أن تلاقي يا جماعة النظام دي مش عاجبني لأ حضرتك لو مش عاجبك روح مكان تاني أنت من الأول عارف نظامنا فنفس الكلام الشريعة الشريعة فيها إلزام أما العقيدة فلا إكراها فيها من شاء من شاء فليؤمن ومن شاء فال فاليقف إذا أخذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه بقوة يعني بجد واهتمام واذكروا ما فيه يعني كونوا منه على ذكر يعني ما تنسوش الأوامر والنواه يعملوا بها طيلة الوقت ذكروا ما فيه لعلكم تتقون يعني إن ذكرتم ما فيه كنتم من المتقين إلا حصل بعد كده ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين أعرضوا عن هذا الميساق رغم إلزام الله سبحانه وتعالى لهم ثم الله عز وجل أمهلهم مرة أخرى فقال فلولا فضل الله عليكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين يعني الله عز وجل رغم إهمارهم الميساق أمهلهم وسمح لهم أن يتوبوا أن يعودوا إليه وقت ما أرادوا دي كبه النعمة رقم كام حيبا دي ستتوفر تمام ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السابت في قصة السابت في قرية موجودة على ساطئ البحر الله سبحانه وتعالى اكتلى هؤلاء اليهود واختبرهم باختبار معين ما هو هذا الاختبار من شيء يعرف فالأيام كان ما أستطلوش ومسك فكانوا بيبقوا تقريبا من شبكة من بالليل أيوة بيتحايلوا عشان ما يبقوش السابت يجوا بسلا جمعة بالليل يحطوا الشبك وبعدين يبقوا الشبك والحد الصبح والحد ياخدوه أحسنت فذا اعتداء تحايل على الشار تمام فربنا قال لهم إيه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السابت انتم عارفين اللي انتم عملتوا كويس وأنه معصير وتحايل على الدين فقلنا لهم من بقى المعتدين لأن القرية لما ذا حصل انقسمت لثلاث فرق فرقة ارتكبت المنكر فرقة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر والفرقة سكتت فالفرقة اللي أمرت مضعنا عن المنكر ربنا نجياهم ربنا قال أنجينا الذين انهونا عن السوء وأخذنا الذين ولموا بعذاب بئيس فين الأياد لحد يعرف شورت العراف شورت العراف أحسنت فربنا هنا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبِتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ كيف عاقبهم الله عاقبهم الله عز وجل بهذه الراقوبة بأن مسخهم قرادة فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا جَعَلْنَاهَا الضمير هنا يرجع إلى القارية أو الضمير بيرجع إلى العقوبة يعني أنت لما تعرف أن هذه العقوبة حصلت لهم تبقى موعظة أو القارية نفسها ولا حصلها تبقى موعظة برضي فجعلناها مكالا ذجرا وعقوبة لما بين يديها وما خلفها للقرى اللي حواليها والقرى اللي هتيجي بعديها وموعظة للمتقين يعني لمن في قلبه التقوى يعرف أنه سيعاقب فيخاف لأن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل كما عرفها سيدنا عالي رضي الله عنه طيب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وأخذ بالك إن سورة البقرة سميت بهذا الاسم لورود قصة البقرة اللي احنا نقرأها دلوقتي دي في هذه السورة وسور القرآن زي بقولوا علماء القرآن بتسمى إما بأغرب موضوعاتها أو أشهر موضوعاتها فأغرب موضوعاتها زي موضوع المائدة قصة المائدة أشهر موضوعاتها زي قصة البقرة فأحنا عمدنا هنا هذه السورة سميت باسم هذه القصة إشمعنا هذه القصة بالذات إنها قصة عجيبة غريبة فيها ميت مات وانتهى أمره ورأيه الناس جميع أنه مات لكن الله بعثه أمام الناس جميعا ليشهد على من قتله فده أمر حدث عجيب ما بيحصلش ثم يعود مية مرة أخرى أيضاً أمر عجيب ما بيحصلش في دلائل كتير جداً أبرزها قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموت يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال المساء لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلا حصل كان في حيين من أحياء اليهود قتل لهم قتيل ولم يعرفوا قاتله فاختصموا عنده سيدنا موسى عليه السلام فسيدنا موسى قال لهم اذبحوا بقرة هكذا جاءه الأمر من الله يعني شمعنا بقرة معرفش هو هكذا جاءه الأمر من الله مجرد أخذ بالأسباب نحن في مفهوم مركزي لازم حضراتكم تأخذوا بالكم منه عندنا في الدين وهو إنه لا فاعل إلا الله يعني الله سبحانه وتعالى يجعل ما شاء سبباً لما يشاء من الأسباب أو يجعل ما شاء نتيجةً لما يشاء من المقدمات يعني الارتباط بين الأسباب والمسببات والارتباط بين النتائج والمقدمات ارتباط اختراني وليس ارتباط تأثير أو نقول إن العلاقة بينهم علاقة توازي وليس علاقة توالي ودي أظن كلا نفسها المرة الفاتذة حد فاكر؟ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوة إحنا قلنا بأشمعنا بقرة لأن الله سبحانه وتعالى بنى هذه الدنيا على أسباب دون أن تكون الأسباب فاعلة وإنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى قالوا أتتخذون هزوة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين هزأ بينا؟ هزأ بينا؟ هزأ بينا؟ بتسخر بينا؟ قال لهم ومنذ متى وأنا أسخر بكم؟ أنا من إمتى بهزر معاكم؟ أو بجيب لكم أمور ليست حقيقية؟ برضو اكتهمهم لسيدنا موسى في قلة أدب شديدة جدا يعني وفيش احترام للأنبياء في جلافة في صلافة في وقاحة في التعامل مع الأنبياء وما هكذا يكون التعامل شوفوا الفرق بقى عشان تعرفوا السرج فإن أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء يعني علماءنا بيقولوا كده علماء المسلمين بيقولوا كده بيقولوا من هم أفضل الخلق؟ قالوا الأنبياء سيدنا محمد طبعا على رأسهم ثم أفضل الخلق بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين تعامل بني إسرائيل مع سيدنا موسى وتعامل الصحابة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيتنافسوا على ماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان الواحد منهم يحمي الرسول بنفسه في الغزوات المختلفة اللي واحد منهم زى سيدنا عمر لما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم مات قال لهم من قال ان محمدا مات ضربت عنقه من كتر الزهور ومن كتر ان هو مش حابب هذا الخبر فدخل في حالة إنكار فإذا فرق شاسع بين محبة الصحابة للنبي وتوقرهم وتقدرهم وبرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم هما نراه وما نقرأه في آيات القرآن عن أصحاب سيدنا موسى عليه السلام جزاه الله عندي خيره وعشان كده ما قلنا عندهم الأنبياء غير معصومين وعند من همش أي يعني احترام لا هما الأنبياء معصومين لا يعني في التوران الحالية المحرفة هم عندهم الأنبياء المحصومين أصلا أه الأنبياء أخيلي تصورهم الأنبياء عمل إزاي لا يعقش هذه المكانة بالساهل تعب رضي الله عنه مع هؤلاء الناس وشوفوا حلم عليهم كان عامل إزاي حسين كده سيدنا موسى من أولي العزم من الرسل وقولنا قبل كده أولي العزم هم الذين تحملوا المشاق في سبيل الدين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي يعني لو كانوا بابروا وذهبوا لأي بقرة سيدنا عبدالله بن عباس بقول كده سيدنا عبدالله بن عباس بيقول لو ذهبوا إلى أدنى بقرة يعني أي بقرة يأبوها في الشارع لكافتهم هو لهم بقرة هيك بقرة ما تفصصش كتيرش لكن هما إيه بيجادله هما ما عنده مش عايزين يسفزه انتوا عارفين كده الإنسان لما يرقى مستثقر الأمر زي بالظبط كده ابنك لما يكون عنده مثلا ما يجب في المدرسة يا ابني خشي زاكش طب يا ماما بس أصلا عايز أشرب يا ابني خشي زاكش طيب هذاكب أي مادة يا ابني خشي زاكش طب فين الكشكول بتاع المادة كده اللي هو إيه عدم رغبة في الامتزال بتظهر فيه كثرة الجدال والنقاش والدين بطبيعته دين الله سبحانه وتعالى بطبيعته دين عمل تنفيذ الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يحبون التكلف في الأمور ولا التعمق في المسائل زي ما هو حاصل دلوقتي عند كتير من المسلمين هذا التعمق اللي بيدل على على إنهم يعني كتير منهم عندوش رغبة في التنفيذ تيجي تقول له ربنا عايز مننا كذا بل لك طب بس أصلا إزاي طب ما فيه الشيخ تاني يقول حاجة تانية يجادل فيه بالأحكام فقال دعنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فاجد وذا بكر عوان بين ذلك فعال ما تؤمرون قال لهم إيه إنها بقرة متوسطة السن تمام كده وقالوا إن البقرة العوان اللي هي المتوسطة ديه برضو مكياسها إيه قالوا هي التي ولدت بطنا أو بطنين يعني ولدت مرة أو مرتين دي المتوسطة طب الصغيرة اللي هي ولدت مثلا ما ولدتش خالص طب الفارب اللي هي الكبيرة في السن اللي ولدت ثلاث أو أربع مرات هي متوسطة للإيه السن عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون سيدنا موسى عرف طبيعتهم فجللهم بادي ويا التنفيذ قال رضي علىنا ربك يبين لنا ما لونها مر رضي بأي سألوا علون قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين فاقع اللونها يعني أصفر خالص أصفر ناصر تسر الناظرين يعني تعجب من ينظر إليها لحظوا إن إجابة سيدنا موسى الأولى كانت إجابة عامة برضو لأنه خيف عليهم يعني يقول لهم إيه إنت لو أي حد بيسألك سؤال مثلا وإنت عايز تسهل عليه فتقول له يعني حاجة مطوسط لحظوا إزاي لو إنت عايز تسهل عليه فتقول له إيه حاجة مطوسط فسيدنا موسى تسهل عليه لكنهم شددوا على أفسهم وسألوه عن لونها فقال إنه لون إيه أصفر يأتمروا بألأ قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي اسم البقرة تحديدا بقرة اثنين من الناس إن البقرة تشابه علينا البقرة كتير اللي قال لصفات دي وإن إن شاء الله لنفتدو إذا أخبرت ما يعني قال إنه يقول إنها بقرة لازلول تسير الأرض ولا تسكي الحرس لازلول يعني لا تعمل في الأرض يعني بتتربى وتتعلف علشان تدبح بس ولا تسكي الحرس مسلمة يعني سليمة من العيوب ما فيهاش عين بيزة ما فيهاش ودن مقطوعة ما فيهاش رجل بتعرق عليها لا شيئة فيها ما فيهاش لون آخر غير الصفرة قالوا الآن جئت بالحق تذبحوها وما كادوا يفعلون بيقولوا المفسرين بيقولوا إن لو كانوا سألوا سيدنا موسى سؤال كمان ما كانوش لقوها خالص البقرة دي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن بني إسرائيل قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله وعليهم لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خدوا بالكوا طبيعة البشر واحدة هي فكرة التفصيص في المسائل وإن أنا أريد تفاصيل كتير طبيعة البشر واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ إن أصحابه ماشيين في نفس السكة دي أو بعض أصحابه ماشي في نفس السكة دي إنه كل حاجة يسأل الرسول طب يا رسول الله إزاي طب كذا طب كذا وكلما بتسأل ويتاخد تفاصيل أكتر بتأمل زم بهذه التفاصيل أشبه بالضبط ما يكون عندك موظف زي ما يكون عندك موظف قلت له إيه اشتري لي كذا أو هاتلي كذا يعني كذا لو اشترى كذا دي من أي حتة في أي وقت في أي زمان في أي مكان أنت مش هتقوله إنك محددتلوش لكن لو هو قال لك طب من المكان الفلاني ولا المكان الفلاني أنت هتضطر تقوله إيه مكان منهم من المكان الفلاني طب لو أجب من المكان التاني هتعتبر أنه هو بسماش الكلام بسماش الكلام صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن في بعض الصحابة بدأوا يسألوا في إيه في التفاصيل فكان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته حاسم في هذه المسألة فقال لهم صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم وقال لهم صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكفرت السؤال وإضاعة المال والقرآن فيه قبل ذلك قول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عاف الله عنها قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين لأنك لما بتاخد تفاصيل أكثر الأمر بيصعب فهتلاقي نسبة اللي بنفس أقل وبالتالي ترجع تقول ده صعب طب ما احنا من الأول بنقول لك نفس على طول أيب إذن إيه ده قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه شددوا فإيه فشدد الله عليه فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون يعني هذه نعمة من نعم الله عز وجل أنعمها عليكم نعم رقم 17 وهي إن الله عز وجل أراهم معجزة وهي القدرة على إحياء الله عز وجل الموت وعرّفهم القاتل وما كانوا يعرفونه قبل ذلك وإذ قتلتم نفسا فادارأتم تنازعتم تنازعتم في القاتل من القاتل والله مخرج مما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها يعني خذوا أي عبو من أعضاء هذه البقرة وضربوا بها الميت يصحوا بإذن الله فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى أريكم آياته لعلكم تعقلون يعني الله عز وجل كذلك يحيي الموتى يعني إيه كذلك يحيي الموتى يعني هل ربنا لمهي يحيي الناس يوم القيامة هي ضربهم بحاجة؟ هل دا المعنى؟ لا وكان ذلك على الله يسير يعني كذلك يعني في اليسر في السهولة أحسنتي كذلك يعني في اليسر والسهولة يحيي الله الموتى أمر سهل جدا على الله ما يخلقكم شوفوا ربنا بيقول إيه ما يخلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أمر يسير خالص إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكم كذلك يحيي الله الموتى أريكم أن يفير عليكم تعقلون طيب المفروض دا الإنسان أمام هذه المعجزات قلبه قلبه يعني يلين اللي حصل سبحان الله العكس زي بالزبط كده اللي حصل مع حياة بن أخط هو دا النبي اللي احنا مستنينه آه هو دا المفروض أي إنسان طبيعي يبقى رد فعله إيه هذا ما كنا ننتظر هيا بنا نؤمن مثلا لكن أخينا دا يقول كلام ما كانش متوقع عدوته ما حييت فنفس الكلام إحنا نتوقع بعد أن ربنا أحيا الموتى قدامهم إن كلهم تحشع لكن للأسف لا حصلش الله عز وجل يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وبعدين ربنا برأي الحجارة كمان يعني قال لا لأسوأ من الحجارة إن الحجارة بتليم وتهبط من خشية الله إذا تلي عليها القرآن مش ربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فالحجارة لا مش زين قلوبكم لا 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 إن تقلوبكم لا تخشع من آيات الله الحجارة تخشع ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فالحجارة تأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافر عما تعمل يبقى دوعيد وما الله بغافر عما تعمل دوعيد يعني ما تقومون به مكتوب مسجل ستحاسبون عليه يوم الحشى ثم تتوجه الآيات بعد ذلك بقى للخطاب لمن للمسلمين لحظوا هذه الصورة أخوانا هذه الصورة هي هدفين الهدف الأول إقناع أهل الكتاب من اليهود برسالة سيد النبي صلى الله عليه وسلم الهدف الثاني أنها تعرف المسلمين كيف يتعاملون مع أهل الكتاب من اليهود خاصة فهنا بقى الآيات هتتوجه بالخطاب لمن توجه بالخطاب للمؤمنين فيقول الله تعالى أفتسمعون أي يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعني هذا أمر طبيعي إنهم ما يؤمنوا بالنبي ليه ربنا صحة تعالى بيقولهم كده حتى لا يحزنوا إن المسلمين كانوا متوقعين إن أكتر ناس هيناصروهم ويكونوا إخوانهم وفي ظهرهم وبيستقبلوهم في المدينة مين يهود أتبع سيدنا موسى عليه السلام اللي قاعدين في المدينة ليه في المدينة بالذات منتظرين يعني هم اليهود ليه في المدينة بالذات لأن هم عندهم في التوراة إن نبي آخر الزمان داره ومقامه في المدينة وموته في المدينة فهم رايحين المدينة النبي لما راح مليان قبائل يهودية وبعدين كانوا لما يتخنقوا مع العرب قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرونهم إيه أنتوا عارفين يوشكوا لقد أضل لنا زمان نبي يوشكوا أن يبعث وسنقتلكم معه قتل عاد وإيرم يعني إيه قاعدين مستمينوا لكن كانوا يتوقعون إن هذا النبي يكون من بني إسحاق فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من بني إسماعيخ فحقدوا أي بإذن ربنا هنا بيعرف المسلمين طبائع اليهود حتى يعرفوا كيف يكون التعامل معهم أو تطمعون أي أمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعني يحرفون الكلام عن قصد وعن عمد من غير ما الواحد فيهم يشعر بالندم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم مش كده بس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم هنا بقى خطاب خطاب لمن للمسلمين لفضح فئة معينة من أهل الكتاب أظهروا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم دول حلهم إيه إنهم بينهم من بعض إحنا آه زي ما إحنا مع المسلمين آه إحنا معاكم طبعا إزاي يعني وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني كان كان بعض اليهود الذين أسلموا حقيقة يحدثون المسلمين ببعض ما حدث لآبائهم وبعض ما قصه الله سبحانه وتعالى عليه في التوراة مما يصدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان المنافقين جنون أنت رجل لهم الكلام دا داروا داروا الكلام دا غطوا ما تعرفهمش أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون يعني ينبغي أننا لا نظهر هذا أولا يعلمون شوف بقى يعني هنا زي ما هم ما بيعاملوش أنبياءهم كويس لا يعاملون الله عز وجل كما يليق وكما ينبغي يعني جاي ما احنا ذكرنا من شوية أنه اليهود يعتبروا أنه الأنبياء في التوراة دولت أخس الناس كذلك نظرتهم لله عز وجل نظرة لا تجد بالألوهية يعني في التوراة أن سيدنا يعقوب دخل مصارعة مع ربنا تخيلوا دخل مصارعة مع ربنا من بعد العشاء إلى الفجر أو من أول الليل إلى الفجر وبعدين ربنا تخلص من من هذه المصارعة بحيلة يعني كاد أن يغلبه يعقوب عليه السلام شوفوا نظرتهم لربنا عاملة إزاي لذلك نظرتهم لربنا لا تليق بجلال الله ما قدر الله حق قدره فعلا لما تقرأ كده في التوراة تعرف أن الله عندهم عبارة عن إنسان الناس يتعب لذلك القرآن قالي وما مسنا من لغوب كم بيرد عليهم ثم عندهم في التوراة كده ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراحى في اليوم السابع ينصوا على ذلك ويقولوا أن الأنهار دي عبارة عن دموع ربنا وندمه أنه خلق أعداء لبني إسرائيل نظرة دونية ويتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى كأنه واحد زيهم مخلوق زيهم لا فيهاش تقديس لا فيهاش تنزيه لا فيهاش إعلاء من قدر الألوهية وبالتالي القرآن هنا بيقولون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسلم يعني دلوقتي أنتوا حتى لو داريتم عن المسلمين صفات النبي صلى الله عليه وسلم مذكور عندكم في التوراة يعني أنتوا تتوقعوا أن ربنا معرفها هل أنتوا متوقعين ربنا مش تحسبكم على ده أنتوا ليه تتهم الله عز وجل بالجهل ليه تتهم الله عز وجل بالغفلة أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون بل يعلمون أو يعلمون لكنهم يتجاهلون ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أمانية وإنهم إلا يظنون اليهود دول كلهم مش على درجة واحدة ولا على مستوى واحد ولكن منهم ناس غلابة لكن علمهم بالكتاب يأخذونه عن طريق الأحبار والرهبان فيقللونهم تقليدا يعني علاقتهم بس بجرد اللي يتقلهم يسمعون ومنهم أميون ناس لا يعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في التغرار منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا من لا يعلمون حقيقة ما جاء به الله سبحانه وتعالى إلا ظنون وأوهام هذه الظنون التي يمليها عليهم أحبارهم ورهبانهم وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله الويل يقولنا قبل كده الويل هو ماذا الهلاق والدمار أو الويل كما يقول لنا عبد الله بن عباس واد في جهنم إذا سيرت فيه جبال الأرض لذابت من شدة حره فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله ليستهبوا بإيه ثمنا قليلا إيه الثمن القليل إلا هيحصلوا من للتحريف البقاء على الجاه عندهم أتباع فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ويل لهم سيعاقبون جزاء تحريف كتاب الله وسيعاقبون جزاء ما كتبوه أو هذا الجاه الذي أخذوا في الدنيا الذي يظنون أنه هيكون بيعلم شأنهم سينقلب عليهم مذلة يوم القيام فويل لهم مما كتبت أيديهم ولم يكسبون وقالوا لم تمسى النار إلا أياما ما هم عارفين إنه عصيان الله فيه عقوبة فشوف بقى هنا الأماني عشان كده الإسلام حذرنا نحن يا مسلمين نحن ما نعملش زي اليهود شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا الصحابة إيه يا رسول الله إن قوما يذنبون ويقولون سندخل الجنة أو سيغفر لنا ربنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل العمل فهنا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أو إلا أياما معدودة يعني حبت لسوعة كده هنستحملهم وبعدين ندخلتين قل بتجدتوا الكلام ده منين يعني الأمور ديت المفترض يكون فيه يعني خبر من عند صاحب النار سبحانه وتعالى حتى تجزموا بهذا أنتم عندكمش هذا الخبر فإيه الثقة في النفس المفرطة دي إيه البجاحة دي قل اتخذتم عند الله عهدة فلن يخلف الله عهدة يعني هل ربنا وعدكم وهو سبحانه لا يخلف المعاد ولن ت يتقولوا أي كلام خلاص أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاصد به خطيئته إلا هيحصل هو الآتي لا إلا هيحصل هو الآتي من كفر وعص الله تعالى وأحاصد به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مش أياما معدودة زي من تبتزعمون الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب لكم الخلود في النار وليس كما تزعمون إن صاحب النار هو الذي حكم بذلك أما من آمن منكم من رجع عن كفره برسول الله صلى الله عليه وسلم إن الآيات بتدعو اليهود للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى المرة القادمة أي سؤال؟ سريعاً بس يعني كل الآيات اللي كانت مع مانو إسرائيل و سيدنا موس عليه السلام هل ده كان جيل واحد من مانو إسرائيل؟ مع سيدنا موسى يتصور إن يكون جيل أو جيلين والتحريف ما حصلش بعد سيدنا موسى مباشرة وإنما استمر فترة يعني خصفت كمان أصحاب السابتوه كانوا من قوم سيدنا موسى نفسه هو كل الناس اللي جون بعد سيدنا موسى منتسبين لبني إسرائيل هم من قوم سيدنا موسى سواء سيدنا موسى كان حي أو مات زينا كده من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمشترطش إن يكون كل الأحزمة اللي حصلت في مكان واحد أو في زمان واحد يعني ويتحييظ أنه إسرائيل يعني يفرع سيدنا إسحاق من سيدنا يعني سيدنا الراهين ده كانت حيص عشان هما يعني أقرب لسيدنا لأنه هو جدهم لأنه هو جدهم وهو إسرائيل سيدنا يعقوب لأنه هو سيدنا يعقوب فهم كانوا عايزين للنبي يبقى منهم من أبناء عمومتهم يعني فهو ده السر الرئيسي وستعادتهم على نبي يتواصل منهم هم 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 فهو سيدنا إسماعيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء عمومتهم أيضا لكن هما كانوا عايزين النبي منهم من فرع وفرع العيلة بتاعهم هما مش فرع سيدنا إسحاق فرع بتاعهم هم فرع بتاعهم وقال إنه سيدنا النبي ابن عمهم برضو إنه إسماعيل أخو سيدنا إسحاق وأخو سيدنا إسحاق هم ناشي أو أخو سيدنا يعقوب نعم في الآية بلى من كتبت سيئة وأحطت بها خطيئة يعني إيه أحطت بال يعني الانتحاط هنا المعانئين الإحاطة هنا معناها إن الخطيئة تلبسته في كل جوارح أو أحطت به من كل جانب والإحاطة هنا يعني لو عملنا سيئة ما كافش بعدها هين ديمون إحاطة لا يعني اللي يتوب خلص لكن أحطت به خطيئته يعني استمر وتمادى فيها وانكسب سيئة واستمر على هذه السيئة وطبعا قلنا السيئة هنا مرد بها الكفر لأنه ذكر بعدها الخروط في النار وإحنا عارفين أنه الخروط في النار لا يكون إلا الكافر أما المسلم إذا ارتكب سيئة أو ذنب كبيرة أو صغيرة مع إسلامه فإنه يعاقب بقدر هذا الذنب ثم يخرج منه بعد ذلك لدخول الجنة مرة أخرى إن شاء الله ثم سؤال الثاني حررتك قلت الصادقين هم أداء سيدنا يحيا لكن حررتك أنت في المحاضرة الأبنية أقيل أنهم عبدوا في كواكيد ما هو ده التحريف اللي حصل؟ يعني هما اليهود اللي موجودين دول أتباع سيدنا موسى؟ أصلهم من أتباع سيدنا يحيا زي ما اليهود اللي موجودين حاليا والنصر الموجودين حاليا أتباع سيدنا موسى وأتباع سيدنا عيسى واضح؟ ها مره دولة سيدنا يحيا ليس هي البنات الكواكب زي ما نحن نتكلم عن اليهود كده هل هما فعلا أتباع سيدنا موسى؟ لا ليس اتباع سيدنا موسى لني في التطورات الحالية ليس هو اليّ imposed سيدنا موسى لاsoci على ما Julie были dari Those called كما سيدنا عقوبوا سيدنا اسرائيل هم بقى مش أولاد سيدنا إسرائيل حقيقة من ناحية الاتباع هم وحرفوا لسيدنا إسرائيل جبي فهو نفس الفكرة أن دول يعني مفروض أن هم كانوا يعودوا سيدنا يحيا عفوا لأستغفر الله كانوا بيتابعوا سيدنا يحيا لابد الله سبحانه وتعالى بس أحفادهم أو نسلهم حرفوا الدين وبدأوا يعودوا التواكب نعم نعم لا بتتكلمش أنا عمد في التواكب لا هي بتقول أنه أجداد هؤلاء الصابقين الذين عبدوا الله حق العبادة مع سيدنا يحيا أو بعد سيدنا يحيا لن يضيع أجرهم أنا كنت عايزة أعرف وإيه يعني اللي كان يضطرهم أصلا أنه هم يعني يظهروا إيمانهم بالرسالة والسلام الخوف ما هو النفاق ما بيظهر في إيه خايفين من إيه خايفين من إيه خايفين من إيه هم كده كده كانوا ضدوا يعني هم ليه ليه إيه اللي خلاهم يظهروا الإيمان ما كان ممكن يقولوني مش أنت النبي وخلاص يعني هم بصي اليهود مش كلهم على خلق واحد بعضهم قال للنبي احنا مش هنؤمن بيك وسنظل على يهوديتنا ماشي بعضهم جبان بعضهم طمعان أنه هو يبقى مع المسلمين يروح الغزوات ياخد حاجة من الغنايم هي فايدة يحسي بأيه آمن من كل جانب يروح مع اليهود بالليل ده أنا يهودي بس أنا بأعمل نفسي كده مع المسلمين الصبح فعيز يستفيد من كل جانب فتوقع الناس مختلفة فكان من اليهود مجموعة منافقين يظهرون الإسلام ونطلنا الكفر تمام يعني المنافقين كانوا من اليهود برضو من أهل المدينة اللي هما كانوا موكولين أهل المدينة يهود ومنهم عرب يعني المنافقين بعضهم من اليهود وبعضهم من العرب وكانوا معروفين 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 القرآن وصفهم وصف دقيق في سورة التوبة وفي سورة الملافقون ونظرها في أكثر من سورة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بالاسم والنبي صلى الله عليه وسلم ماردش يعاقبهم حتى لا يقال إن محمد يقتل أصحابه وكانوا معروفين بالاسم سيدنا حزيفا بن el-يمان كان النبي صلى الله عليه وسلم معرف أسمائهم لسيدنا حزيفا بن el-يمان كتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقل نبيه رسالة سيدنا عيسى طبعا كانتش عمى سيدنا محمد لا كل نبي كانوا يبعث إلى قومه خاص إلا النبي صلى الله عليه وسلم هلknowsي ليهود كانوا هم على الديانة مفروض لا سيدنا موسى بإستاذ المحارسة لا سيدنا عيسى ليس ضد ما جاء به موسى هي مكملة مكملة يعني جهد ببعض التخفيفات نفس الأصول نفس الشرائع لكن ببعض التخفيفات بس اليوم اللي كانوا في المالينة هم ما كانوش مؤمنين بسي ابن عيسى لا ما كانوش ما بعضهم ما أمانش في سي ابن عيسى طبعا هم هم طبعا اصربوه يعني اللي هم يعني ادعوا اللي هم اصربوا سيدنا عيسى نعم سيدنا عيسى لم يصرب انما ادعوا ذلك شوية وانا معيش عني سؤال في وقت قتلتهم أصلا فادرقتم فيها وكذلك يوحي اللي الموتة ويريكم آياته طبعا انا يعني انا موضع ولا فهم يعني حياء الموت هنا مش هما أصفى ربنا أماتهم ثم أحياهم يعني ربنا بعثهم بعدما أماتهم ما دي يعني جدا هم يوريهم واحد بس بيوحيا قدامهم ان هما ان انا فهمت في القاتل شاتك وشوف يموت بعنيهم أخذكم ساقت وانهم فانطرون بعدين أحيايناكم وبعتناكم من بعد موتتكم طبعا فعايزو اصفهم ايه الميزة النعمة الزيادة ان هما يشوفوا حد بيموتوا طبعا هو موسي قد يكون اللي حصل ده حصل مع جيلين مختلفين أو في مكانين مختلفين طبعا ده أمر الأمر الثاني انه لو افترضنا انه حصل مع نفس الناس يبقى من باب التكرار لأجل التذكير والتعلم والإنسان اذا كان غافل وبعيد عن الله او مش عايز يؤمن هتلاقي الآيات تقريخ له ونسيها او الموعزة تقريخ له ونسيها فيحتاج ان الواحد يتعاذ عليه الأمر مرة واثنين وثلاثة لحد ما ربنا يفتح قلبه فتكرار نفس المعجزة من باب انهما ما زال عندهم قسوة اه موسيقى هذا من رحمة ربنا بهم موسيقى 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 يا مولانا ربنا برد الله لو لما ربنا سمرت على حولهم الى أخيرة دياني هو كده خلاص يعني بيجأت مهيتهم بقى منهم يعني ملهمش رجع ملهمش تاوبة يعني ماتوا على ذلك اه خلاص ينزل العقب بحد يبقى خلاص دي آخر حاجة بقى اه نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى ألا يهلك أمته بسنة عامة فاستجاب الله له لأنه اللي هي عقب في الدنيا خلاص أمر انتهى ولذلك أيضا كان الكفار لما بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية معينة ما كانش الهي بيسمع لهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخير وعينة فتفجر الانهار فلا لا تمدير طلبوا حاجات معينة معجزات معينة النبي ما كانش بيستجيب لهم ليه لأنه جرت سنة الله إنه إذا طلب الناس آية معينة ثم لم يؤمنوا بعدها تنزع لهم العقوبة مباشرة فيموتوا على الكفر لذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ديهم إنه ما كانش بيلبرهم طلبتهم لأنه ممكن دلوقتي يكفر ممكن بعد سنة اثنين ثلاثة يؤمنوا ففيه مساحة من هذا الوقت يفكروا تظهر معجزات أخرى غير اللي طلبوها وهكذا معيش سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا يخص إلى الذين آمنوا عند الصالحات وتوصد الصدق وتوصد الصدق سبحانا ربك رب العزة عما ستكون وسلاما عم سينا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم والحمد الله وبركاته والسلام عليكم والسلام عليكم